التطنيش ده بلوة سودة في العلاقة مش كلنا معظمنا بنشتكي منه مرتبطين بحد وهو متنشات كبير قوي مرتبطين بحد وهو عايش في مولي التاني خالص والتطنيش كبير المهم الموضوع التطنيش ده هو بقى ده موضوع حلقتنا لما نربطه بالأبراج كده الأبراج اللي عندها ريكورد ما بعده ريكورد فيه حتة التطنيش اللي بتحطم الأرقام القياسية كلها في التطنيش كل الأبراج معنا إن شاء الله معنا حد حوش النهاردة فكله أتوقع بقى برجه هيجي في المركز الكام أو برج حبيبه ويكتب لنا وحد أسكى يقولي المركز الأول ما أنا بقرأ كل تعليقاتكم ويلا بينا برحب بأجمل ناس في الدنيا يا رب تكونوا دايما بخير ويا ريت الجديد يعرفنا بنفسه نقوم معه بالواجب كده ونرحب به واللي ما اشتركش اشترك عشان يفضل متواصل معنا كل ما ننزل حلقة بننزل كل يوم الساعة 9 في رمضان عشان اللي بيسأل عن مواعيد حلقتنا في المركز الـ 12 من الأقل تطنيشة الأكثر الحوت إذكرنا بكل الأبراج هو برج الحوت رجل أو مرة ما يعرفش يطنش لو حب حطلي بقى تحت دي 20 30 40 خط لو حب بجد لا هل في أبراج تعرف لا يعني لو حب بجد تطنش اه طبعا ما هو ده موضوع حلقتنا الحوت بقى لا يبقى في المركز الـ 12 برا موضوع حلقتنا تماما في المركز الـ 11 أخوه حبيبه توأمه في كتير من الصفات السرطان رجل ولا سيامة بسكوتة بسكوتاية أنسة برج السرطان السندريلا ما يعرفوش برضو إذن الحوت والسرطان خلص الموضوع برا موضوع حلقتنا تماما وهنعل نوصل للعشر نلاقي الجادي فشنا نلاقي الجادي كده في خلقتنا في المركز العاشر الجادي تقيل ولكن مش مطنشات بمعنى أبراج القمة ممكن تطنش بمعنى كلمة تطنش إنما الجادي يتقل بس كل هفوة كل حركة كل نظرة ما تعدش عليه ومركز فيها بس يعمل تقيل شوية وهو ده الفرق يعني ما فيش أي تفصيلة تبعك تعد عليه إطلاقا إحنا دخلين دلوقتي بقى على اللي في المركز التاسع وكالعادة أنا بقول الحلقة دي لو شايفينها حلوة مفيدة ندوس لايك نشاير توصل لبقية أصدقائنا العكس دوس لايك وهنلاقي العقرف في المركز التاسع إذا برج العقرب رجل أو أنسة الأربع أبراج دور رجال ونساء ما يعرفوش يطنشوا في العلاقة يعرفوا يزعلوا يعرفوا يتقلوا يعرفوا يعملوا نفسهم مطنشين لكن ما يقدروش أبدا يطنشوا ده دايما يرأبوك ويجيبوا كده يعني لازم يعرفوا تفاصيلك وخطواتك وعملت إيه سانية بسانية ولحظة بلحظة إذن الأربع أبراج دول بعيدين تماما عن موضوع حلقتك كده خادنا الأربع أبراج اللي برا الموضوع ودخلين على الأربع أبراج اللي هم في منطقة وسطة قبل رباع خط النار يا ساتر يا ربي في المركز الثامن الطور حبيب الملايين برج الطور يعتبر هو آخر الأبراج اللي ما قدرش أقول عليها يعني من بعد كده بقى من المركز السابع دي الأبراج اللي فيها حطة التطنش تتزايد كل ما نطلع في المراكز الطور يميل أو يعمل حلقة فصل بين يعني في منطقة وسطة لهو كده قوي ولا هو كده قوي وإن مال صراحة يميل للأبراج اللي سبقته ما يعرفش يطنش لو حب بجد إنما يعمل مطنش إنما يعمل مشوخ باله إنما يعمل تقيل ولكن من جواه وبيدأ قوي حاله حال الإخوة اللي سبقوا دول كلهم في المركز السابع بقى هنلاقي برج الحبيب دايما في المواضيع اللي زي دي بيحجز لنفسه مركز مميز الحمل في المركز السابع صراحة يعتبر معتدل جدا في الصفة دي وبييجي في المركز السادس لهو في رباع خط النار المزعج أوي ولا هو تحت أوي فبيعمل حلقة فصل مع برج الطور كده والحمل أقوى كمان في الحتة دي وبييجي في المنتصفين الحمل لو حاب بجد ما يعرفش طنش أوي ويه برضو مش زي الأبراج اللي سبقته وهي تتفوق عليه شوية في حتة إنها بتدقى شويتين تلاتة المركز السادس بقى الأسد بدأنا نلمس التطنيش بدأنا نحس بالتطنيش بدأنا بقى نشوف الحمراء على أصولها بدأنا بقى نشوف البرج اللي الدنيا واخداء بدأنا بقى نشوف البرج اللي بيعمل ألف حاجة في حاجة واحدة بدأنا بقى البرج اللي حتى لو حب في لحظات أقول لحظات وأنا قاصد كلمة لحظات دي في لحظات تطنيش في العلاقة كثيرا ما يعوضها الأسد بعد كده بساعات من الاهتمام والاحتواء لو حب إنه هو يعمل كده هندخل بقى على المركز الخامس اللي هو المركز اللي بيفصلنا عن رباع خط النار أو عن رباع خط القمة زي ما احنا بنقول هلأ الميزان برج الميزان في المركز الخامس الميزان برج جميل برج بيمثل الجمال وهو رمز من رموز الجمال ولكن الدنيا بتاخده شوية الحياة بتليه شوية ولو حب يدي قوي ولو طنش يطنش قوي وممكن ينسى أحيانا أنه هو مرتبط عادي ممكن تعد عليه الدنيا بتشد الميزان أو دلوقتي بقى حبيبنا الأربعة اللي هم الأوائل رباع خط النار حد توقع من الأربعة دول أو من المركز الأول أول واحد فيهم القوس برج القوس من أكتر الأبراج المطنشاطية برج القوس بينسى بالأيام أنه مرتبط يعني حتى لو بيحب الدنيا وغداء قوي ومستعجل قوي ومتسرع قوي وممكن يرتبط بسرعة قوي وصراحة بيطنش قوي وبيكبر دماغه قوي وكل ده قوي 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 كل الصفات دي قوي في برج القوس رجل أو امرأة نعلى نخش في برج في الموضوع ده يعني أشد وأشد وأشد يا فرحتي برج العزراء اللي في المركز الثالث العزراء عنده لا مبالاة قاتلها عنده تبارد فضيع مقصود وأحيانا غير مقصود هو العزراء كده وطباعه كده لذلك تسألني بنوتة جميلة كده أنا مرتبطة بعزراء ومطلع عيني وعين أهلي أقول لها بيعمل لي تقول لي بيتبارد وبيطنش أعمل لي أقول لها ده طباعه ما نقدرش أنه نغيرها العزراء كده آه من أبراج القمة ومن الأبراج اللي أنت الأربع أبراج اللي هم القمة دول أي حد مرتبط بهم رجل أو هونسة هيعاني من حتة التطنش شوي حتى لو بينهم حب حقيقي في المركز الثاني بقى ودخلنا في الجدة أكتر وأكتر وأكتر الجوزاء مطلنشات كبيرة أو بياخد مركز متقدم أوي والجوزاء ممكن يرتبط بأكتر من حد فآنا واحد ومش عارف وبيحب من فيهم هي المشكلة في كده هتلاقي مرتبط بأربعة خمسة بس مين الحبيب الأساسي هي دي المشكلة هو ده بقى القرعة اللي إحنا عايزين نعملها بينكم أنا دلوقتي شاب جوزاء مرتبط بخمسة بس مين حبيبتي بقى فهعمل قرعة فالجوزاء من اللي لازم مطلنشاتي وأكتر الأبراج اللي هيشتكي أن هي مطلنشة أو بتطنش هو الجوزاء ومتصدر الترتيب الدلو ده مش عايزة كلمتين الدلوة أكتر برجي في الأبراج كلها بالذات الرجل بالذات الرجل المطلنشاتي من الدرجة الأولى ما أنا بقول دماغه فوق السحاب دماغه سايباه ومع نفسها سرحة فوق السحاب الدلو بيتصدر الأبراج كلها في النقطة دي فهمنا طباع الأبراج ما نظلمهمش بقى نعرف إن دي حاجة في دمهم نتقبلهم ما نجيش عليهم ننزل دلوقتي نكتب رأينا في التعليقات نحط لايك نعمل شير كده لزيز لأصحابنا لو عجبتنا الحلقة نخش على وصف الفيديو نشوف القنوات التانية والانستجرام والفيز اللي بيسأل إزاي تواصل معايا بحبكم جدا وتشرفوني قوي لما تكونوا معايا في كل المواقع التابعة لينا وهتوحشوني جدا